تحت رعاية معالي سيد آرثر ليرا رئيس مجلس النواب الفيدرالي أقيمت جلسة خاصة في الكونغرس البرازيلي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية بتنظيم من رئيس وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية البرازيلية البحرينية بمجلس نواب الفيدرالي وبتنسيق مع سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وبهذه المناسبة ألقى سعادة السيد بدر عباس الحليبي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية كلمة أكد فيها أن السادس عشر والسابع عشر من ديسبر من كل عام مناسبة عزيزة على قلب كل بحريني وبحرينية وهي مناسبة عطرة تحمل في طياتها أجمل معاني الفخر والانتماء والولاء لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء مجيدا بمواصلة إليه علاقات الصداقة المتينة بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والمستوى المتطور والتي شهدت نموا مضطردا خلال السنوات الخمس الأخيرة كما صلت سعادة السفير الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لإرساء دعاء بدولة المواطنة والعدالة الاجتماعية ونشر قيم التسامح والتعددية والتعايش السلمي وتعزيز الحوار بين مختلف الأديان والحضارات حتى أصبحت مملكة البحرين أنموذجا عالميا في مجال التسامح والتعايش السلمي بين الأديان وتبنيها على الدوام نهج السلام ودعمها اللامحدود للجهود الدولية لإحلال السلام ونبذ الإرهاب والتطرف والصراعات والحروب لينعم الجميع في العالم بالأمن والأمان والاستقرار بعدها ألقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية البرازيلية وعدد من أعضاء مجموعة النواب الفيدراليين كلمات أشادوا فيها بما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور ونماء وأجوال الانفتاح والتعايش المشترك التي تتمتع بها مملكة البحرين